الاقتصاد وماسر في القانون دعوه دكتور محمد وانا شباب المحاضرة مسجلة تنزل في قناة اليوتيوب للدكتور محمد أغنس وانا الدكتور مدرب معتمد 12 سنة مؤسس منصة سكوبوت للذكاء الاصطناعي وهي موضوعنا اليوم ودرّف ألاف المتدربين والبحثين خاصة العاملين على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير البحث العلمي وتخليق الأفكار بمنصته لطورها منصة سكوبوت فيها إلى الآن وخلال عام 25 ألف مستخدم من الباحثين عمل عشرات ألاف استخدام للبحث في جميع المجالات فيها باحثين من مئات دولة ومقرها طبعا في مصر مدينة مصر في القاهرة سنطرنا دكتور سيادتك دكتور يعني بنشكر معالي رئيس جميع الصناعة دكتور القاسم عباس ومعالي مدير مركز المياه والبيع دكتور طهل وشلي وطبعا المنصق لهذا الأمر لدكتور المهندس محمد غالب يعني بنشكرهم جميعا والحمد لله كده كان نفسنا نعمل محاضرة في جامعة صنعاء وإن كان المداخلة ما هياش طويلة ولكن إن شاء الله تبقى الفايدة كبيرة اتشرفت بحضراتكم جميعا وتشرفت بالحضور الكرام معاكم دكتور محمد أناس الباز شكرا جدا لدكتور محمد غالب على هذه الفرصة وعلى هذا التفضيل النهاردة إن شاء الله هنتكلم مع بعض عن الزكاة الاصطناعي وتطبيق من تطبيقاته من تطبيق لنا اجتهاد فيه اللي اجتهاد ده يعني اجتهاد عربي بحث في إن احنا نطور حاجة بتخدم اللغة العربية وبتخدم الباحثين هي منصة بحسية منصة بحسية بتخدم اللغة العربية والمنصة بتعمل باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية الهدف فيه الهدف منها هي مضاعفة الانتاجية البحثية للباحثين وإسراء البحث العلمي العربي والعالمي بأبحاث بلغات مختلفة المنصة هي موقع إلكتروني عبارة عن روبوت بيساعدك في كل مراحل البحث بتاعك أنا افترض أن أنت خلاص خلصت الخطة بتاعت حضرتك وجمعت المراجع من جوجل عموماً أو من أي مكتبة بحسية فبقى عندك آلاف المراجع في سورة BDF المفترض أن حضرتك تقرأها وتستخرج منها كل ما هو متعلق بالموضوع بتاعك هنا بيقع الطالب في مشكلة مش من نقص المراجع لا ده من قطر المراجع المراجع كتيرة جدا 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 فهو البحث ما هوش عارف يلاحق على المراجع الموجودة فإحنا حالي نالوا المشكلة دي بقى عنده روبوت بيعمل مع حوار وبيعمل مع شات الشات ده عبارة عن أن الروبوت ده بتضع فيه كل المتعلق بموضوعك من المراجع BDF وبتعمل مع حوار بأنك بتسأله عن التعريف بتسأله عن أنك عايز تعمل دراسة سابقة بتسأله أنك عايز النتيجة دي اللي أنت طلعتها من الجزء الإحصائي اللي أنت عامله أنا عايز أتناقش مع النتيجة دي واشوف مين المؤيد والمعارض بتاعي فبقى فيه روبوت محاور الروبوت ده بقى بتاعك أنت أنت اللي بتوجهه فبقيت منصة السكوبوت هي روبوت مساعد للباحثين في كتابة بحثه بنفسه بأقل وقت وأقل مجهود طيب اللي احنا وصلنا له الحمد لله خلال سنة اتعمل عندنا عشر تلاف رفع مراجع وكتابة عنوين واستخراج نتائج في جميع المجالات فعليا كمان عندنا شركات مع جامعات في 13 دولة عربية وأجنبية باللقاء ده احنا كده فتحنا الموضوع مع جامعة صنعاء في ان احنا نهديهم بقات لسكوبوت كل عضاية التدريس عشان يجربهم فاللي حضر معنا النهاردة ان شاء الله هيبع عنده امكانية ان هو يجرب ويبلوه باقة ويجرب سكوبوت اي حد بيسجل على سكوبوت التسجيل عبارة عن بتضغط تنشئ حساب لحضرتك الحساب بتملى فيه البيانات اسم حضرتك وايميلك ايميل جامعي او ايميل عادي والواتساب بتاع حضرتك بعد ما بتحدد البلد بتاعتك اليمن يعني بعد كده بتحدد التخصص بتاعك او ارى بتخصص له والباسورد وبتجدد الباسورد تاني او بتأكدها والشروط وصين ابيت باعتلك رسالة على الايميل بتاع حضرتك بعمل تثبيت للحساب من انفواتسكوبوت دوت كوم ممكن يوصلك على ال ال الامبوكس او الاسبام ده كده انت عملت حساب بعد كده ما بتخشش من الحساب ده ما قمتش بتدخل هنا من انشاء حساب انت انشاءت حساب بتدخل من تسجيل الدخول على طول تمام ده تسجيل الدخول طيب انا عملت الحساب بتاعي ودخلت منه اللي هو بالطريقة دي فبقى باعت كل مرة بدخل من لوج ان بقى بحط الايميل بتاعي في اول خانة والباسورد بتاعي في تاني خانة وبعدين لوج ان بيدخلني على حسابي مباشرة حسابي بلاقيه صفحة فاضية انا بملاه الصفحة الفاضية دي عبارة عن ايه عبارة عن اضافة بحس اضافة بحس تمام اللي هو البحس اللي انت ناوي تكتبه بحس الماجستير او الدكتوراه هنا بتكتب اسم البحس بتاعك بعد كده بتكتب الكلمات المفتاحية اللي هو كل الزكاء الاصطناعي بيدور حولها بعد كده حضرتك بتحدد اللغة اللي انت بتدخل بيها البحس بتاعك عربي او انجليزي او فرنسي او بلغات اخرى وبعد كده بتكتب الموضوعات الرئيسية والفرعية بتاعتك ايه المقصود بالموضوعات الفرعية والرئيسية بتاعتك اللي هي الاطار الاطار النظري بحاله الاطار بتاع المناقشات البحسية بحالها اي سؤال ليك داخل المراجع اللي انت رفعتها على سكوب اي سؤال ليك داخل المراجع اللي حضرتك رفعتها على سكوب طيب انا انا عندي دراسات سابقة تمام تتعمل منقشات لنتايج طلقت من الاحصاء او من النموذج بتاعك او التجربة بتاعتك تمام انا عايز اعمل مقدمة تمام حاول الروبوت في انك تعمل مقدمة انا عايز اعمل خاتمة انا عايز اشوف النتايج اعايز اشوف الميسيدولوجي بتاع الدراسات دي عشان استشفى افضل ميسيدولوجي ممكن امشي به تمام اسكوبه تشتغل معاك طيب انا عايز اشوف الادوات اللي تم استخدامها عشان اشوف الناس دي استخدمت ايه ممكن اعمل زيه او شبيه منه او ايه اللي ينفع لي انا لسه بعرف عن الموضوع ايه تمام طيب تعالها كده نشوف بحس تم عمله يجمع ما بين العرب والانجليزي فمسلا هنا الموضوع بيكون كالتالي انت تكون محضر الخطة بتاعتك العنوين بتاعتك وبعدين محضر لستة المراجع البد اف فبتكتب العنوان بتاعك وبعد كده بتكتب الكلمات المفتحية بتاعتك تضحها تضغط انتر بتتسبت على طول بعد كده اللغة انا عاملين عرب على انجليزي علشان بس نديك مثال ممكن تعمل عربي لوحده ممكن تعمل انجليزي لوحده تعمل فرنسي لوحده ومكن تعمل الماني واسباني وايطالي وكل اللغات المكتوبة بالحرف اللاتيني زي التركي وزي الايطالي وزي الاسباني والبرتغالي والالماني طيب بعد كده انا كتبته عنوين المفهوم والمشاكل والاضرار والممارسة والمسئولية والمسئولية وبعد كده نزلت عملت بالانجليزي التعريفات اللي انا عايزها لان انا هستعين بمراجع انجليزي هستعين بمراجع فرنسي في كتبتي في البحث العربي او هستعين بمراجع بلغات تانية في البحث اللي بكتبه باللغة الانجليزية يعني مش لازم بكتب بالانجليزي هستعين بالانجليزي بس ممكن هستعين بالفرنسي بالإطاري وده بيتحقلك سكوبك من خلال الترجمة لان فيه ترجمة بالنتائج مش ترجمة للمراجع اللي انت بتفحل لا فيه ترجمة للنتائج عملت كل المراجع بتاعتي عملت كل العنوين بتاعتي حفظتها هيظهر لي الشكل التالي هي بتر من انت بتملاها صفحة بتملاها خلاص انا خلصت المواضيع كده بقت كل المواضيع هاي قدامي عربي وانجليزي وكلمات المفتاحية هاي بعد كده بدخل على المراجع انت طبعا عليك تحاول انجليزي يعني صفحة سكوبك شغالة معاك عربي انجليزي وفرنسي طيب بعد كده انا برفع المراجع بلاقي فيه اضف مرجع بضيف مرجع مرجع من البدئفات اللي عندي على الكمبيوتر بتاعي يعني انا بحمل المراجع بدئفات من على النت وبعد كده برفحها على سكوبك طيب اول هنا خانة بسجل الاسم والاوسر طب انا عندي الاسم بحاله يعني مثلا لو دخلت على جوجل جوجل سكولر تمام ولو كتبت كلمة اللي ايه الكلمة دي اللي احنا فيها بالانجليزي او بالعربي تمام بلاقي في كلمة صايد تحت كل مرجع لو ضغطت عليها هلاقي الامتداد هلاقي الصايد ملاي او اي بي اي على خسب الجامعة او الكليه اللي شغالة بيها فمعظم جامعاتنا شغالة اي بي اي فهناخد مثلا ده هنحطه هنا كده يبقى احنا كده حطينا كل المرجع يعني كل السيتيشن بتاع المرجع موثق فبقى عندك المرجع بتاعك كله المرجع كلها موثقة بعد كده بتمنع الخانة التانية عايز تقسم التوصيق على الخانتين براحتك بعد كده بترفع المرجع نفسه من على الكمبيوتر بترفع المرجع نفسه من على الكمبيوتر بتاعك سواء بتسحبه معك لغاية 100 ميجا المرجع الواحد بعد كده اللغة انت بتحدد بقى المرجع ده عربي والانجليزي او فرنسي وانت بدخله بعد كده بتسيف كل خطوة سيف علشان ما اضروحش وعشان انتنته وكده بعد ما بنا بحمل المرجع بتاعتي بتبقى كاملة كده وبياناتها كاملة وعدد الصفحات وجنبها هنا عرض طبعا بتاخد وقتها في البروسيدي تزبر بعد العرض لو ضغطت هنا بلاقي الPDF اللي انا حملته تلقاء تحول لورد وورد مرتب وتم استعراضه والكلمات كاملة واستعراضها تماما بصفحاتها كلها على سكوبوت كمان ببعندي خيارين خيارين ادت عشان لو انت عايز تغير العروين دي وان انت تشيل تحزف المرجع نفسه عشان ما يجيش منه نتائج لو انت رفعه غلط لو انت رفعه غلط تمام اي حد بيشترك في سكوبوت في تجربة مجانية لمدة شهر ترفع تمامين صفحة وتجرب بيه بس ما تنزلش اي ما تنزلش اي وورد ماشي بعد كده هيظهر لك نتائج بدأ من المراجعة ترفعت والموضوعات تكتبت هيظهر نتائج النتائج دي عبارة عن سيناريوين سيناريو واسع وسيناريو ديئ يعني النتائج واسعة نتائج ديئة دي مباشرة اكتر دي اي اوسع شوي طبعا انت بتعمل توليفه ما بين الاتنين ده وتاخد اللي ينفعك انت بتاخد خيار من اللي ينفعك فبقى عندك بالطريقة اللي احنا عملناها دي المراجع بتاعتي انا رفعتها على روبوت يبحسلي جواها يبحسلي جواها عن اللي انا عايزه يبحسلي بداخلها عن اللي انا عايزه طيب انا خلاص بقى عندي درايف طبعا الموقع جماعة في السرية تم حسابك مغلق عليك ما فيه شير مع اي حساب تاني حدش بيطلع على على حسابك اللي انت والموقع كل بيانات الناس وكل الحاجة فيها سرية وخلصت عايز تمسح كل حاجتك امسحها ما راجع شيلها بيانات بتاع ابحاث شيلها اعمل كل اللي انت عايزه ده حسابك مغلق عليك اعمل فيه اللي انت عايزه تمام طيب النتيجة دي بقى بقى بارعا ايه اضغط كده انا كمان نشوف دي بتحمل ايه ده النت عندنا النتيج دي عبارة عن ايه عبارة عن عنوان 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 اهو كبرت اهو عنوان تحت فكرة الفكرة دي من المرجع ده من الصفحة دي طب تحا كده نشوفها جوه الصفحة ان انت مش هترجع للبدئفات بتاعتك لا ده الصفحة استعرض حكتك على سكوب الصفحة شفت الصفحة عاملة ازاي معمول هايلايت هايلايت للحط للفكرة اللي هو اخترها لك كنتيجة تحتها فكرة تانية من مرجع تاني من صفحة تحتها فكرة تالتة مرجع تالت من صفحة طب تعالى كده في الانجليزي الانجليزي اهو اهو شايف شايف ده في حاجات مش جاية اخط مراجع تانية اتيجي طب تعالى كده نترجم الكلام ده ينفع نترجمه واحنا مش عارفينه اه اهو ده الفكرة ايه اللي عنوانه هو الفكرة اللي تحته ايه من المرجع ترجمه هنا ترجمه عربي وفرنسي تعالى نترجم كده النظام الجراحي الادلة التي تؤكد ان خلال الروب وتفاشل في العمل تسبب في حدوث اصابات ناجمة عن الجراحة التي اجرها الاطباء ده ما يتم تحديد مصيرها ايه ظهرت حقيقة ممثلة في قضية حيث ادعى المدعى ان الجهاز الطب اللي ازيط ورطه شركة المصنعة تم تصميمه بشكل معي وضعيف اثناء اجراء عملية استقصال البنكريارس طيب تعالى كده نترجم فرنسي ترجمة فورية هتنزلك في الورد بتاعك ان ده ممكن في الاخر كده هنحمل وورد النتيجة دي كلها هنحملها وورد تمام طيب ده كوبي وده الحق بالورد بتاعك يا الدرافت بتاعك اللي انت عايز تحمل فيها الورد انا عايز احمل وورد اعمل ايه خلاص انا شفت النتائج واستعرضتها عاجبني حاجات هاخدها مش عاجبني حاجات مش هاخدها انت بتنقب بتنقب راحتك والنتائج دي عبارة عن نتائج حرفية عشان انت تعمل لها اعادة السياغة باسلوبك فيبقى الباحث موجود في كل المراحل بتاع البحث باسلوبه بتضغط على المسودات او الدرافت وبتعمل اضافة مسودة تمام تحفظ المسودة تمام بعد كده ترجع تاني نتائج الحمد للس انا عايز ده ينزل انا عايز ده انا عايز شايف باراغراف اددت درافت عايز ده محتاج ده تمام طب انا عايز حاجات من اليد ترجمة انا ترجمتها اهي انا عايز حاجات من الترجمة ترجمة تعالى كده نشوف اللي انا اخترته ده بص حاضرتك او ضغط على المسودة هلاية درافتة ايه نعملها 18 فبراير ايه 18 يناير اهو محمل هي النتائج بقدم ايه كلها ونازلة بترجمتها عايز احمل ده وورد اهو ده وورد اهو رفع احمله افتح تمام تلاقي العنوان قدامك تحته العنوان الفرعي والكلام الفقرة اللي تم اقتباسها تحتها الاقتباس الكامل فقرة تانية اقتباس كامل الانجليزي العنوان فقرة متحركة ايديدابول بعد كده الصيتيشن كامل لو عايز تعمل انتج الصيتيشن تمام الترجمة نازلة معاها بعد كده بتلاقي الريسورسز بتسجيلة عندك كلها تحت بعضها عشان لما تعمل الليستة بتاع المراجع يبقى كل حاجة جاهز طيب علي يعمل الكلام ده وانا بكتب بحس باللغة العربية في اي اي مجال علمي علي يستعين كده بابحاث مكتوبة باللغة التركية وانا معرفهاش هتروح تترجم الفيرس على جوجل سكولر وتجيب مراجع وترفع ده كله على سكوبوت وتسأله ويطلع لك نتائج باللغة التركية ويستخرجها لك وحضرتك تترجمها على سكوبوت طيب انا عايز استعين باللغة الألمانية نفس الموضوع ترجم الفيرس نازل مراجع باللغة الألمانية ارفع ده كله على سكوبوت اكتب بالألماني اللي هاهل الفيرس اللي انت كتبته على جوجل سكولر انقله حطه بالألماني على سكوبوت وبعد كده ارفع المراجع باللغة الألمانية وبعد كده هيظهر لك النتائج تحت كل الفقرات باللغة الألمانية تشتغل عليها ويأتي ترجم زي ما انت عايز بعد كده تاخد ده وتوظفه في المكان اللي انت عايزه تشتغل عليه في الرسالة بتاعتك درسات سبقاء تعريفات خصائص أبعاد مناقشات لنتائج زي ما انت عايز يعني انت بتوجه الروبوت روبوت تحت ايدك بتحط له درايف بتاعك وهو مجموعة المراجع بتاعتك وهو بيتحرك لك جواها بيبحث لك وبستخرج لك من هالمعلومات هو شات انت بتعمل معه شات بتحوره بتحوره فهو بتاعك ملكك انت صانع الشات بتاعك اللي هو بترفعه المراجع المحددة اللي انت متوقع ان يجي منها حاجات تخدم رسالة الدوترا بتاعتك وبتدخل تشتغل عليها وتبحث جواها ومنتش محتاج تقرأها كلها بدل ما تقرأ تلاتين أربعين ألف صفحة في سنة في اتنين في تلاتة لا هو مجرد ما انت بترفع الحاجة دقايق أو في نفس اليوم بيتم قرائطها وبتبظل بقى تبحث عليها على طول مش ان هي مرة وتمشي لا انت لو عزت كل ما تكتب عنوين كل ما بيظهر نتائج كل ما تكتب عنوين كل ما بيظهر نتائج هل ده متاح بايه؟ متاح بثلات لغات عربي وانجليز وفرنسي طيب اللغات التانية من اللغات دي إلى العربي والانجليز والفرنسي يعني سنة الفتاة كنا عربي وانجليزي بس زودنا اللغة الفرنسية وطورنا في البحث واشتغلنا على مجال أوسع يقدم شريحة أكبر كمان زودنا الترجمة علشان تقدم شريحة أكبر لأن عايزينك تسري البحث بتاعك بكل ما هو حديث من المراجع الأجنبية بكل اللغات بس إحنا بدأنا بالحرف اللاتيني فمعنا أكتر من 20 لغة اشتغل بيه بعدها ممكن هنطور أكتر ندخل لغات تانية فإحنا بنصنع لك الاشيات بتاعه روبوت شات روبوت شات إنت بتحاوره طلع لك النتائج هو مش بدالك لأ إنت اللي بتوجهه هو بيساعدك فقط عايزة أعمل مقدمة بيعمل معاك عايزة أعمل خاتمة بيعمل معاك عايزة أطلع الدرسات السابعة عشان أكتب منها بيساعدك وبيستخرج لك فهو مساعد لك مساعد مش بديل فبيخلي البحث بالنسبة لك بقى متعة وبدل ما تكتب رسالتك في 3-4 سنين بتكتبها في شهور بدل ما تعمل بحث في 3-4 شهور بتعمله في أسابيع بدل ما تعمل مقالة بحسية في شهر بتعملها في أيام فزود الإنتاجية بتاعتك وخلى تفكيرك بحيث أن أنت في النهاية توصل لإيه أنك تكتب باللغة وتستعين بأحدث المراجع فده هي أهلك أنك تعمل نشر بلغات أجنبية فتعمل نشر دولي نشر دولي ده هيرفع كفاءة هيرفع الرنج بتاعك المجلة والكلية والجامعة بتاعتك ومنها التعليم بتاع الدولة بتاعتك ده بفرق كدير خالص أهم حاجة دلوقتي من معايير الأساسية للجامعات هي النشر الدولي فإسكوبوت بيساعدك تماما في أنك تنشر بكل اللغات بكل المجالات البحسية دي طريقة عمل أسكوبوت بكل بساطة في دليل إرشادي لهذا معانا من اليمن أكتر من الحمد لله أكتر من ألف باحث على أسكوبوت يعني وصلنا دلوقتي أكتر من 1500 باحث كمان من اليمن من 25 ألف باحث المستغل اللي هم اليوزر بتاع أسكوبوت الحمد لله معانا جامعات جامعة التعزة عاملة معانا بروتوكول وجامعة الحديثة اللي هي الكلية تخصي الحديثة وكده إن شاء الله جامعة تصنعاء كمان معانا كمان يعني اليمنيين ما بخلوش علينا ومفسطين فيه جهد عربي بداية بمعالي الدكتور المهندس عبد الكريم العمري والدكتورة سوسن الكرشي والدكتور المهندس علي زايد والدكتورة سمر ونهاية بدكتور محمد غالب يعني ما شاء الله عليهم ساعدونا ونشرونا والدكتور عبد الكريم وكلينا دكتور هنسجل كمان ده كله يعني هنسجل أرقامهم هنسجل بياناتهم بحيث إن لو عايز حد يستعين بخبراتهم ويسألهم عن سكوبوت هم موجودين في اليمن ويجربهم ولهم تجارب في الموضوع ووكلالينا كلهم يعني ايه جربوا شافهم فتسألهم عن التجربة كمان إحنا فاتحين إيدينا أي حد بيعمل لنا لقاء بنعمل معاه اتفاق بإن إحنا بنمد كل الكلية أو الجامعة بكل عضاية التدريس تجارب ثلاث شهور وبصمية صفحة يرفعوا ويجربوا والطلبة بتوعد راتيط العليا والطلبة بتتخرج شهر وثمانين صفحة يجربوا بحيث إن إحنا عايزين الناس تجرب كل الجماعات اليمنية وكل الجماعات العالمية حتى كان وصلنا لجامعة فرنسا عن طريق الدكتور عبد السلام السعودي ووصلنا لأكاديمية إفادة عن ضريق الدكتورة ساوسم والدكتور عبد الكريم وصلنا للكلية الحديثة وكايدة جامعات تانية وبنحاول مع جامعة صناعاء والحمد لله الدكتور غالب بالله يدي الصحة وصلنا لهذا الأمر وإن شاء الله نعمل أكتر وأكتر فإحنا عايزينكم تجربهم يعني عايزينكم تجربوا سكوبوت وعايزينكم تكونوا معنا في ستورة ممكن يا دكتور ترجع لنا للكلمات المفتاحية الناس عندهم سؤال عاوزين إعادة في البداية مع الكلمات المفتاحية دراسة تحتوي على شكرا حاضر دكتور طيب نرجع هنا هو إحنا هنا أهم حاجة بإن نذبنا جماعة في التعامل مع الروبوتات عموما هي الكلمات المفتاحية بمعنى أن الروبوت مش بفهم الروبوت لازم تشرح له أنت عايز منه إيه فأنت هتشرح له بمجموعة من الكلمات اللي هي أصلا كل الروبوتات روبوتات لغوية فاللغة هي الأساس فأنا هنا زي بكتب كلمة مفتاحية اللعب كله اللعب كله أني مش أن أنا هجيب الخطة اللي أنا كتبتا مع الدكتور بتاعي أعمل كوبي بيست لا اللعب كله يا جماعة إنك تترجم تترجم اللي إنت اتفقت مع الدكتور عليه انك تترجم اللي انت اتفقت مع الدكتور بتاعك عليه للروبوت وتقول له يبحس لي عن كذا فبدل ما تكتب له يعني خلينا هنا هنا الجراحات الروبوتية هل انا لما اكتب كلمات مفتاحية يعني ايه كلمات مفتاحية كلمات مفتاحية دي اللي هي الكلمات الاساسية المعبرة عن بحثي واسماء المتغيرات اللي انا بشتغل عليها وهو كلمات جوهرية مدعمة البحث لما بحطها بدي سكوب بدي توجه للروبوت انه يبحس لي عن الكلمات دي الاول ياخد باله ان انا اساسي الكلمات دي فيركز لي عليها ويجبها لي كنتيج اولانية فالكلمات المفتاحية مهمة جدا واسم البحث مهم جدا تمام طيب لما انزل هنا في الموضوعات المفترض ان انا اعمل العنوين الفرعية شارحة للعنوين الرئيسية بس مش هقوم كاتب كلمة مقدمة وااخد منها عنوان لا كلمة مقدمة دي مالاش اي قيمة انت لما بتيجي تعمل مقدمة بتعمل ايه بتعمل امع كده بتتكلم في الموضوع فاكرة عامة وبعد كده بتخصصها وبعد كده بتخصصها وبعد كده بتتكلم عن موضوعك صح طب اللي انت الفقرات دي انت عايز تقول فيها ايه ثم يديله هو تقوله بحسلي عن كزا عن الفكرة دي ما تقولهش تعمل لمقدمة هو مش هيعمل هو فكرته انه هو ما يباش بديل فكرته ايبا انت اللي توجهه اسأله يبا انت كده عملت توليفة ما بين الكلمات المفتاحية اللي هي الكلمات الجوارية واسمال متغيرات والكلمات الاساسية وعملت الشغل بتاعك طيب انا لو عايز اعمل لو عايز اعمل دراسة سابقة ابحث عن الدراسات السابقة اعمل عنوان عنوان اساسي اتكلم فيه عن الدراسات السابقة عن الجراحات الروبوتين لو انا كتبت الكلمة دي الوحدها كده هيجيب حاجات ودرسات سابقة انا عايز عايز اجيب افضل من الممارسة بتاعتنا اكتشفنا ان احنا لو كتبنا له كلمات اللي هي متقررة كتير في الرسائل كلها واحنا عارفين كده انت كقارق عارف كده اللي هو انت لما تكتب كلمة درسة سابقة تكتب ايه بنكتب هدفت هدفت دراسة فلان وبعدين بنكتب ان بعد ما هدفت استخدمت استخدمت دراسة اللي هي الميستودولوجي والعينات وكذا وبعد كده توصلت الى توصلت دراسة بعد كده اه بعد بعد توصلت اه اوسط اوسط دراسة صح يبانا كده قربته اكتر بعض الكلمات المفتاحية المتكررة بالرسايل يبانا كده هخليه يدخل مباشر يجيبلي ده فكده بوسع خياراتي وهيجيبلي كل حاجة عن الموضوع طب انا عايز اناقش نتيجة هون جايب النتيجة هنا وقول مثلا ايه عن جراحات الربطية مثلا ان مثلا اه صعوبة مثلا صعوبة اسبات خطأ الروبط في الجراحة او يتناسب ترضي او يعني نتيجة احصائية او التجربة عن كذا اخدها كجملة خبرية كده وبعدين اخد منها عنوان فرعي ايه الكلمات الاساسية اللي احنا بنلاقيها في كل المناقشات منقشة منقشة النتائج كلمة ايه كلمة توجد علاقة يوجد اثر صح تيج كلمات الاساسية توجد فروق فروق الامور بسيطة انت كمان عارف عن موضوعك فروق دلالة تمام يبنى كده لو كتبت له ده بس هل هيجيب نتائج هيجيب لكن لو كتبت له ده كمان هيجيب نتائج احسن وافضل واعمق اتفقنا طيب هيجيب كل حاجة هيجيب المفترض انه يجيب كل حاجة ويدلها وزن النسبي ويظهرها لك معيار ده ايه كلمات مفتاحية و عروين رئيسية وفرعية طيب انا عايز تعريف 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 الجراحات الروبوتي طيب ما اكتفيش بتعريف طيب ما كتفيش بتعريف طيب ما كمان انه يجي نعمل مفهوم مفهوم الجراحات الروبوتي طيب ما تيجي كمان نعمل كمان ما هي مش دي كلها بتبقى موجودة في رسائل وتلاقي يقولك التعريف اللغوي التعريف الاستلاحي وتلاقي عنده متراضف تاني للكلمة طيب ما بده من انت عارف الكلام ده ما تساعد الروبوت في انه يجيد لك الكلام ده اعتبره طفل صغير انت بتعرفه طيب وانا قصا جايبه عشان هو طفل صغير لا هو له مدخل انت بتعرف المدخل من الممارسة فبادم انت عارفته كده خلاص بقى انت اشتغل على هذا الاساس عشان هو يساعدك انت ساعده بالشرح طيب انا ليه كم عنوان اكتبهم لا الى ما لنهاي افتح عنوان احنا مش عاملين لها سقف يعني انا ممكن اعمل كم بحثة على نفس المراجع اه يعني انا ممكن اشتغل على نفس المراجع دي اه عنوان كلها تحت بعضها وبلغات متعددة اه بس يكون اللغة بتاعت اللي هنا مطابقة لان انت خطت مرجع بنفس اللغة يعني ما تحطش هنا عنوان بالعربي وتحط عنوان وتحط الكتب بالانجليزي وعايزه يجيب لك منها لا 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 هو هيجيب حاجات بالعربي يعني هيجيب لحاجات اه هيجيب عنوان بالعربي من مراجع عربي وهيجيب عنوان انجليزي من مراجع انجليزي وبعدين بيترجم النتائج اتفقنا طيب حضرتكو كده تفهمت موضوع اي حاجة طبعا اما حاجة تحفظ وبعد اما حفظت القبر هيجيلك منه النتائج تعال كده للحاجات اللي احنا كتبناها تعال نشوف نتائجها نريسة كتبنها جديدة هل ظهر لها نتائج هيظهر فورا طول ما في لها يعني لها اتداد في المراجع يعني طول ما هي موجودة في المراجع هتزهر على طول بس يتحمل مجرد انت بس تعال كده ننزل بقى تحت خلص احنا كانت تحاجتنا تحت شوف حضرتك ما هي جايلك منها نتائج انت بقى اللي تحدد النتائج دي لها قيمة ملاش قيمة وتاخدها او ما تاخدهاش ما جابش في اليدلالة دي والفروق طب هو جاب في ايه اثر جاب في الاسهر تمام طيب جاب كمان في ايه اللي هي بتاعت علاقة اسبات الخطأ في علاقة 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 طيب تعال كده نشوف توصلت دراسة طيب ده كان مجرد تجربة هتجرب انت اكتر وهتشوف تختلف عن الدراسات السابقة في تناولها للطبيب للطبيب الالي من خلال القانون المدني طيب الجراحات الروبوتية بقى فيه الطبيب الالي استخدمك كلمة واعرفك انه بي كلمة جديدة حتى لو انت مش عارف عن يعني مش عارف كتير عن الموضوع هديك بتعرف من النتائج وبتدخل اكتر جوه موضوعك وتتعمك اكتر جواه هو بيساعدك انك تعرف اكتر مش انه هو بيخليك ما تعرفش لا 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 بيخليك تتعمك اكتر واكتر واكتر وتعرف عن موضوعك طيب انا عايز اكمل دي ادخل عالصفحة دخلت عالصفحة لقيت وعمل لهايلايت على الفقرة دي ان هي كلها مهمة وما جابليش لأولها اقرأها هي في الجون وبعدين اقرأ الصفحة اللي بعدها الصفحة التالية ليها ما هو الكتاب الكتاب كله تم استعراضه هنا ما ترجعش البيدي اف الكتاب كله ومفاهيمه وابحاثه وكتاب وورد على فكرة هو هو تحول لورد عايز تاخد حاجة خدر عايز تاخد يعني ده ده كمان زيادة تمام المراجع هي تمام نفس الصفحة جمل تعمق تعمق اكتر واكتر ده ده بيتح لحضرتك انك اه تعرف على موضوعك اكتر بتركيز اكتر بطريقة رأسية ده هيرفع الرنج بتاع الجامعة ده هيخليك تعمل مجموعات بحسية وتعمل كم وكيف كمان العصف الزهني ده بيطلع لك كيف كيف يعني ايه يعني لو قرأت انت النتائج دي بتستلهم منها عنوين تانية غير اللي انت كنت بتكتب فيه فتجيب اكتراحات اكتراحات لابعاث ممكن تكتبها بعد كده يبا انت كده معاك عنوين انت بتعملها بدماغك انت عندك روبوت خام سكوبوت ده روبوت انت بتوجهه وهو خام بتحط فيه الدرايب بتاعك المراجع وهو بيحورك قولوا انا عايز كذا يوم جايب لك انا محتاج كذا يوم جايب لك انتوا بتتكلموا مع بعض نقشوا مع بعض بتعملوا عصف زهني مع بعض يطلع لك حاجة عيدة عن عن اللي انت كنت عايزه قال له طب ما انا ممكن استخدم دي واعمل بيها فكرة تانية ده فكرة تالتة فكرة رابعة يبا هو كده ساعدني في مضعفة انتجيتي سراع الانتجية مضعفها اسرى البحث بتاعي بلغات كتيرة عمل لي عصف زهني اكتر عمل لي تعدد في اللغات في مراجع البحث خلاني اكمل بحثي غصب عني لان ما عادش عندي صعوبة فمتى ما بدأت هو عندي تغزين للحاجة حتى لو الدكتور بتاعي رفض نقطة معينة انا مش عدمي الاول تاني لا هي الحاجة موجودة واروح اسأله تاني وهحاوره ويطلعني منها عادك اسميته عن شات جي بيتي ده شات جي بيتيج جوا مراجعك شات جي بيتيج العام ده العالمي احنا عملنا لك شات جي بيتيج جوا مراجعك صفحة بيضة بتقوم دخل المراجع جواها ويبحس لك جواها وبساطة ده ودي الفكرة بكل بساطة كده الامور واضحة دكتور محمد معالي الدكتور محمد انا انا اكمل ولا عشان انت كنت تعيي لنص ساعة او ساعة اللاربا اه الساءل بالشباب بيسألوا بالنسبة للحسابات اللي بيجيبوها عشان المجاني هذه حق التجربة كيف يتواصلوا او كيف يعملوا الحسابات انت شرح لها احنا ممكن بصها دكتور احنا اتفضلوا حضرتكم واحنا ممكن نعمل شهادات للحضور يا دكتور ولا ايه شهادات الحضور والحسابات نفسها الحساب العضاء هي التدريس والطلاب حاضرة دكتور حاضرتك بس امنوا الفورم هذا يعني الناس كلها اللي معانا دلوقتي تمنى الفورم ده واحنا هنعمل لهم الحسابات وهنعمل لهم الباقات يجربوا بيها تمام ده الفورم ده شارف لنا كبير يا دكتور وان شاء الله الفيديو هيكون على قناة اليوتيوب دي بإذن الله طيب لو نفتح باب الأسئلة لو حد عايز يسألها يا دكتور نعمة تحت عمركم كمان معانا دكتور عبد الكريم يا أهلا دكتور حلو زهراء دكتور كيف الحال سعيدناك بالله سعيدناك بالله أنا سعيد خالص الله يحييك يعني حياك الله والله دكتور بالنسبة بالنسبة للأعضاء اللي مشتركي إذا يشتركوا تدريب أو أي شي عندهم هنا ورشة عمل نحن مستعدين تلاميذك وقادرين إن شاء الله نعمل هذا الشي نحن والأخوة اللي قد اشتركوا من قبل إن شاء الله ده يعني يريد تنسى مع الدكتور محمد غالي الدكتور محمد ما شاء الله دخلنا كده جامعة صنعاء بإذن الله إن شاء الله وإن شاء الله ندخل بقية الجامعة كامل بإذن الله يا رب يا دكتور يا رب أنا في الطريق لجامعة دمر إن شاء الله على الخط قريب بإذن الله إن شاء الله نقدر ننسق معهم نعمل معهم نفس الموضوع هذا والله نفسنا دكتور يريد يريد بإذن الله وإن شاء الله ننزل الأرقام بتاعت حضرتك على الفيس وعلى الموقع وكل المتعاونين معنا يكونوا يعني نعمل تيم تيم في اليمن احنا محتاجين كده الدكتورة يعني لو حدك متابعنا دكتور الدكتورة انتصار عبدالسلام كرمان عايزانا نعمل مجموعات على الواتساب نتعلم فيها سكوبوت هي اقترحت ان كل كلية او كل جامعة في اليمن مع احنا انتباحة طبعا عايزين يتعلمهم اكتر واكتر وعايزين يمرس ما دكتور عبدالسلام ده هيكون يعني ايه هيكون جامعة كويسة جدا تخيل حدك احنا على سكوبوت واحنا يعني ايه مجرد شركة نشأة خلال سنة تم عمل عشر تلاب بحثة عندنا هل ده بيتم في جامعة الناس خلال سنة ان شاء الله ان شاء الله يكون اكثر كمان تفضله دكتور انتصار تفضلي فندم هذك رفع اديك تفضلي السلام عليكم دكتور ان القدير اهلا وعليك ستفضلك اهلا وعليك ستفضل شكرا اولا شكرا لكم وشكرا قبل ذلك يعني اسمحوا لي اننا اشكرا الدكتور رئيس جامعة صنعاء انا خرجت هذه الجامعة العظيمة وفخورة جدا انهم من الناس السباقين في انهم يعني نقول يصطادوا الصيد العلمي العظيم هذا في انه يفيدوا عضايا تدريس ومساعديهم هذا دليل الحس الكبير والرغبة الكبيرة في تطوير عضايا تدريس ومساعديهم وفي شيء عصري وحديث او اخر ما توصله العصر ثانيا ايضا اشكركم شكرا جزيلا ان هذه الخدمة هي خدمة عربية اصيلة هذا اكثر شيء اعجبني وحفزني وحبيتني يعني ادعمه بكل ما لدي من وقت وجهد في نشره للناس طبعا الوقت الساعة ثلاثين بالنسبة باليمن وطبيعة ثقافة اليمن صعب جدا انه الكثيرين يدخلوا في مثل هذه المحاضرات لكن تم نشر هذا البرنامج وهذا الاعلان اليوم في كافة صفحات الفيس وايضا تواصلنا في القامعة معهم مع الفلية ومع اللجنة الاكاديمية وغيرها وان شاء الله تعالى نستطيع ان احنا نقنعهم انهم يعملوا ويعني بنفس بما قامت به جامعة صنعاء مساعدين بهذا البرنامج العظيم اشكرك شخصيا دكتورين قدير بكل الملفات اللي زودتني بها علشان نساعد الناس نفيد الناس بهذا البرنامج واتمنى لكم كل النجاح وكل التوفيق وما اعظم ان احنا نقوم بأبحاثنا العلمية بأعلى درجة من السرعة وفي الوقت وبأقل مجهود ممكن وبأفضل التقنيات وبدورات مجانية مقدمة منكم والعروض الرائعة اللي قدمتموها أيضا للجميع بحيث نتخفف عليهم الوضع الاقتصادي صعب في اليمن وفي الدول العربية بشكل عام ولكنها أصعب أيضا في اليمن فإحنا نشكركم على هذه المبادرة الرائعة وأدعو لكم بكل التوفيق والنجاح وأكرر شكري الجامعة الصنعاء وفخورة فيها جدا ولرئيس الجامعة والسلام عليكم ورحمة الله عليكم السلامة الله وبركاته شكرا شكرا دكتورة معنا دكتور غالب دكتور محمد غالب شكرا شكرا دكتور نشكر الدكتور محمد أنس البازة على هذه المحاضرة القيمة والوقت كان معنا محدود بنصف ساعة لكن احنا بنعمل دورات مستقبلية إن شاء الله ونحتاجها على وقت أكبر كي يشرح ميزات التطبيق وميزات في البحث ونعمل نماذج عملية حتى لكن الآن نحنا كنا مقيدين بنصف ساعة وقت جاوزناها لكن قلنا عشان الفايدة فحنضطر نحنا ننهي الاجتماع هذا ونشكر كثير الدكتور محمد أنس البازة على هذه المبادرة شكرا شكرا لك وشكرا للحاضرين جميعا شكرا مساعدتك شكرا شكرا معالي رئيس قامت صنع دكتور قاسم عباس عباس شكرا لمدير مركز المياه والبيئة دكتور طهر الوشلي شكرا للمنصق لدكتور مهندس محمد غالب شكرا جدا جدا وإن شاء الله معالي رئيس الجامعة ودكتور القاسم عباس نشكره كثير على استضافتنا واستضافتنا اللي جاء إن شاء الله يعني بنأمل إن شاء الله نكون معاكم أكتر وأكتر والحضور الكرام شكرا لهم وتحياتي شكرا جزيلا لك ونحن فعلا نفخر أن في هذا منتج عربي وهذا بالنسبة لنا واجبنا أن ندعم مثل هذه المشاريع ونشجعها ونشجع على انتشارها بكل الطرق اللي هنا نستطيع مدام تخدم البحث العلمي وهذا بالنسبة لها سينفعنا في مسألة الانحياز لأنه حتى التطبيقات الذكاء الصناعي الأجنبية ما تضمنش مسألة الانحياز أثناء إخراج البحث لكن هذه أداة محلية أقل حاجة أن تعرف أين مخرجات البحث الذي عملتها شكرا جزيلا بنشكر كمان الدكتور منذر شكرا جدا جدا لحضوره بنشكر كل الحضور الكرام موضوع الانحياز أثناء دكتور ما فيهوش أي خوف في سكوبوت هذك اللي بتوجهه وبتستخدم كل اللي هو بيجيبه شاكر فضلك جدا دكتور محمد غالب شكرا شاكر فضلك تحياتي لسيادك شكرا جزيلا لجميع شكرا لكم وسلام عليكم سلام عليكم معالف السلام شكرا لكم